اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام عن تعيين حسام حسن مدير فني للمنتخب الوطني الأول بعد إقالة البرتغالي روي بيتوريا المدير الفني السابق للفرعنة بسبب الخروج من بطولة كاس الأمم الإفريقية وهيقود حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب الفرعنة صور التصحيح داخل صفوف الفريق من خلال عدة قرارات كان أبرزها التراجع عن انضمام محمد يوسف لمنصب المدرب العام بعد الإعلان الرسمي من جانب الجبلية بعد إقالة روي بيتوريا المدير الفني السابق وتاني القرارات التصحيحية اللي فرضها حسام حسن في تدريبه لمنتخب مصر هو إلغاء منصب المشرف العام على المنتخب الوطني في المرحلة القادمة وهو المنصب اللي كان بيشرف عليه حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة أثناء تولي روي بيتوريا المسؤولية الفنية لمنتخب الفرعنة وعلى الصعيد الفني بينوح حسام حسن إجراء عملية إحلال وتجديد في صفوف الفرعنة والنزول بمعدل ارتفاع الأعمار السنية لللاعبين الكبار اللي تخطوا حاجز التلاتين عام مما يدفع بعضهم للاعتزال الدولي في الفترة القادمة الحدث الأهم أن طبيعة عمل حسام حسن كمدير فني للمنتخب الوطني لن تسمح بتدخل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة في صميم عمله الفنية أو اختيارات اللاعبين قبل البطولات القارية الكبرى نيجيريا تأهلت إلى نهاية أمم إفراقيا نسينا طبعا نقولها لكم في بداية الحلقة وفي نفس الوقت إيهاب جلال حصل طبعا أزمة بينه بين أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الإسماعيلي على الصفقات في التمرين النهاردة وحصلت مشكلة كبيرة جدا عضو مجلس الإدارة اسمه محمد جمال وبالتالي حصل أزمة وكان محسن عبد المسيح أعلن استقالته من مجلس الإدارة يعني من أيام اعتراضا على الصفقات الجديدة اللي عقدها نادي الإسماعيلي كمان كودفورت أهلت أيضا لمواجهة نيجيريا بعد الفوز على الكونغو بهدف مقابل لأشيء وفي أول استضافة بعد إعلان قرار تعيين حسام وإبراهيم حسن لقيادة المنتخب الوطني يظهر طبعا واحد من نجوم البريمو واحد من نجوم الكرة المصرية واحد من أهم أهم المحللين في مصر والوطن العربي الجميع ينتظروا والجميع ينتظر رأيه ولأول مرة رأيه يظهر النهاردة بعد إعلان حسام وإبراهيم حسن عن قيادتهم للمنتخب الوطني ما فيش أي تصرحات خلال الفترة اللي فاتت أو خلال الساعات اللي فاتت على السوشيال ميديا يعني كان البعض بيبعث لي كده ده رضا عبد العال قال ده رضا عبد العال اتكلم بعد طبعا تولي حسام وإبراهيم حسن المسئولية رضا عبد العال ما تكلمش خالص ولأول مرة بيظهر دلوقتي المحلل الأهم والأشهر في الوطن العربي النجم الكبير رضا عبد العالي كابتر رضا برا حبيب حبيب يا إسلام إزاي عمليه الحمد لله يا رب العالم امبسط انا بقال لي انا عملت عمليه امبسط خديت يا رب تهدى كابتر رضا عرف لو سمعتك بتهاجم حسن حسن ههجمه طبعا لا مش هتهاجمه هو من الصحابة خلاص ما تسمع لأفسي هو احنا مش بيقصر خلاص استعمل اللي هيحصل هيعمل ايها هيجر ورايا ولا اضربني ولا ايها لا حسن خلاص سبعة وخمسين انت كم سنة انا اكبر منه بسنة لا يا حسن ما هيحترم الكبير برضو هيحترم سنك بش هجري ورايا يا ذا سلام لكن انا بس الخوف الخوف عليك من ابراهيم ولا ابراهيم ولا حسن ولا الجن لازر احنا دلوقتي اسمعني بس احنا دلوقتي مش بنتكلم كرة وفنيات اقدر اقدر خسر ماطش اطلع اقول لحسن حسن احسن مدرب جيه في التاريخ ممكن ممكن يخسر ماطش غصب عنه ماشي لما يكون ان انت بتلعب فرقة احلى منك شا انت كنت بتطالب بحسن حسن ايوة وعملت عملية القلب عشانه كمان اما ليه مش اربع سنين كنت بتضحي بنفسك وبحياتك عشان حسن حسن من صوت اتنبح فمن كتر ما صوت اتنبح دخلت على القلب وحد كان بيسمع الكلام ايه هو اتأخر اربع سنين او خمس سنين والله يا اسلام انا بكلمك بجد هو اولا سيبك من اي حاجة يعني بالله عليك بالله عليك مابتزعلش لما تشوفه انتخب الكاميرون ماسكو لعيب مكنش بتاريخ حسن حسن محدش يعني واحدة واحدة بس وبعد كده السنغال وبعد كده جمال بالماضي وبعد كده الركراكي ماشي ده هتقول لي ده خط بطولة ماشي طب تاريخ حسن حسن اللي هو لغاية دلوقتي الهدف التاريخي المنتخب مصر واقوى فرو الجيب مصر ده بالحسابات صح كده؟ لا هو اسطورة طبعا بالحسابات يعني انا بنتكلم عشان الناس بتقول لي دلوقتي ايه حسابات و هو كابتن حسن شازلي الهدف التاريخي في الدوري المنتخب مصر ما شفناهوش ايه لا يعني احنا دلوقتي لكن هو هو حسام حسن اسطورة يعني النهاردة الصحف العالمية وانا قلتها من شوية لأول مرة تتكلم عن مدرب منتخب مصر من سنية ليه؟ عشان حسام حسن لأ عشان كانوا بيصدروا لك المدربين اللي هم قليلين فمش معروفين في اوروبا الوقعين اه انما حسام حسن اولا اول مرة يمسك المنتخب صح؟ يعني مش معروفين في اوروبا ده قلت جملة مهمة جدا اه طبعا وكانوا بياخدوا 22000 يورو ما تسأل بقى الهالليبة اللي عندنا يعني بلاش الكلمة نيه هنقولي كلمة ايه؟ يعني اللي بياخدوا قرارات غلطة او بيتفاوضوا لا مفيش حد بياخدوا قرارات غلطة لا انا بتكلم عن المفاوضة لكن مفيش حاجة اسمها هل يبقى معلش على مزاجهم ليبقى على مزاجهم هم بص يا اسلام عشان تعرف ان فيه تخبط هم انت انت لسه ايه لها؟ طبعا معقول الاحترام لمحمد يوسف الراجل مالوش زامن اه خاطر انت بتختارول ايه؟ صح وبناء على ايه؟ هتقول لي هجيب مدرب يعني انت بتجيب قط النوم قبل ما تجيب العروسة هم بتجيب العفش قبل ما تخطب ما ينفعش انت لازم تجيب الاساس الاول للعروسة عشان تبدأ تختار معاك قط النوم وتختار معاك الانتري وتختار معاك المض صح مش هي الحياة مشاركة فمصر كلها عمالة تقول حسام حسن بعنا كام؟ خمس سنين رحت و جبته حسام البدر مع كل الاحترام طب انتو مدتوش الفرصة لحسام البدر وهو يستاهل هم يعني اللي حصله ده عشان كان عايز يكل عيش يكل عيش ازاي؟ ما تعملش معسكرات اسمعني بس خلينا كامل بص بس كامل كامل ليه؟ لان انت يا كابتن حسام واخد افريقيا زي ما انت قانوا بيقولوا واخد دوري مع النادي الاخر واخد بطولات كتيرة صح؟ وشخصية قوية صح لما يتفرد عليك ما تعملش معسكرات يبقى انت بالشخصية قوية يبقى انت قاعد عشان تاكل عيش وتسمع كلامه لا انت في الحالة دي قدم استقالة مصر كلها تبقى معاك بس حسان البدري تعرض لمؤمرها هو السبب ما يلومش لنفسه حسان البدري شخصية قوية انا بقولك كواليس لو شخصية قوية اقدم استقالة اقدم زي اهاب جلال برضو تعرض لمؤمر ماشي هما برضو لازم كانوا يقدموا استقالاتهم اكشفوا الناس طب استان اقولك الحاجة بعد اختيار محمد يوسف ويسابوهم من حسام حسن انتوا قاعدين ليه انتوا كاتحاد كرة قاعدين ليه وعلى فكرة كان فيه ناس مش موافقة وعشان كده الموضوع اتاخر لغاية النهاردة عشان يتعلن حسام حسن ده هو خلاص تم الاعلام يا حبيبي ماشي هو من مبارح المؤتمر صح فيه من حد كمان حبيبي ماشي بس اكد من مبارح واخد بالك لان هي جاية ماشي هو تكليف يعني وده حاجة على فكرة حاجة محترمة لان شافوا فيه تخبط اه طبعا يعني لما بتلاقي فيه تخبط في مكان معين وبيتم الاختيار والاختيار صادق كانوا عنده مصر كلها كانوا عنده جماعير مصر كلها ازاي انتوا بعد الفشل بتاع كاس العالم بعد الفشل بتاع كاس العالم والفشل في بطولة امم افريقية اللي فاتت والفشل السندي في البطولة وانا اقايل الكلام دوت ان الراجل دوت ما عندوش وبيجيله كشفات يا عم اسلام وانتوا كنتوا بتعرضوني ده ما كناش بنعرضك وربنا كنتوا بتعرضوني ما لا انت لازم بتتكلم بتقول وجهة النظر الاخرى وعلى فكرة ده هيحصل مع حساب حسن اه طبعا انا مابصه ما فيش حد بص احنا دلوقتي الاختيار صحيح وعشان الاختيار يبقى صحيح لازم بقى هما اول هام انا لو من حسام حسن ما تعملش مع الاتحاد ده لان هو جاي غصبا عنهم دي رقم واحد اسمع بس لان هما بص هيفحروله عشان يخلوا شكل واحش والناس تقلب عليه حسام ابراهيم مش داخلين خناءة لا لا اسمع ما انا دلوقتي انا مش داخل خناءة بس انت وفرلي ايه طبعا هيوفر لا مين قال يا عم ده فيه ثلاثة ما كانوش عايزينه لغاية لغاية اللحظة انا بكلمت تادي مش عايزينه فانا بقول لهم امشوا حسام ابراهيم لما بيدخلوا اي مكان مين بيكون صاحب القرار في الاختيارات في المعسكرات اتمنى اتمنى ده الفترة اللي جاي ما هو حصل بالفعل من اول جلسة ماشي بس اتمنى ان يبقى فيه اول جلسة يبقى فيه استمرارية يا اسلام خليك على كده يا عم حسام حسام ابراهيم اللي احردك تعرفها حد هيفرض عليه حاجة اه ممكن يفرض عليه حسام ايه يوافق ايوه زي ايه خلي الامور واللي بقى نتكلم انت زنات يا كبتر لا مش زنات طيب اول هام اول هام هيروح انجلترا ليه لا اسمع بس يشوف كابتن ابراهيم وانفرا احنا مقفلين لك كل حاجة طب هم هيروح انجلترا ليه ما تخلينا نتكلم بقى ايه ده بقى لغاية ما تقابلوا في المعسكر مين اللي قالك انهم رايح انجلترا كل المواقع بتقول وكل الدنيا بتقول ولو رايح انجلترا ده يقلل من حسام حسن انا همشي وراك يقلل من حسام حسن ده بالعكس بالعكس ايه؟ ده رايح لمين؟ او رايح يتابع مين؟ هو الطبيعي لازم يعمل كده وخلي بالك بس الناس بقى اللي هنا التقال بتوعنا لازم يعملوا قعدة عرب ويجيبوا صلاح ويجيبوا ويقعدوهم اللي اتنين مع بقى اسمع اللي انا بقولك علي انا مروحش ولا ده يجي انا الناس الكبيرة بقى اللي هي اللي هتقل يجيبوهم ويقعدوهم واحد اتنين ثلاثة واحد اتنين ثلاثة بس صف النية عشان ما يبقاش فيه بعد كده او ده يحصل انا بس اعيز اقول حررتك على حاجة ان حسام حسن ما عندوش اي مشكلة في فرق يا جماعة وده حصل على فكرة وانا بقول حررتك معلومة ان حسام حسن قال ان في فرق ما بين هو بينتقد انت حررتك بتنتقد دلوقتي وجيت توليت المسئولية بقيت انت المدير الفني هل هتتخانق مع النجم العالمي او النجم العشر لاني ما انتقدتوش اسمع بقى الكلام انا ده نواقف في ظهره لا انا ما بتكلمش عليك انا بتكلم على حسن لا انت بتقول لانا لا اهو حسن انتقده وده حقه بس انت دلوقتي المفروض ان انت في الحتة دي مفيش انتقاد لصلاح ليه؟ لانك انت اقرب واحد تمسك المنتخب زي ما احنا كنا شايفين الفطر الفاتد دي اي اخفاق لا اي مدرب اول اسم بيتردد مين؟ حسام حسن بس فانت مفروض يبقى كان يبقى زاكي حتى لا اسمعني بس انا برضو متحفظ على كلمة كان يبقى زاكي لان حسام حسن زاكي جدا لا 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 اسلام اسمع بس اللي وضح للناس كلها انه هو كان في فرق ما بين ان انا قاعد باشتغل شغلانة محلل زي حضرتك دلوقتي هو هو نجمي كبير جدا فبيقول رأيه هو حر يقول رأيه انا اقول رأيه لان انا مش همسك منتخب مش مترشح ايو بقى انت كده بتتكلم على حسابات ايوة ما انا بقولك على كده يعني يعمل حسابات لا لا حسابات له امين مع المشاهدين بص 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 مع حسابات له ليه لما تمسك وانت مقطعتش في حد وتعمل اللي انت عايزه محدش له في ايه لا اسمعني بس اسمعني لابل النبي بالعكس هو بينتقي التصرف هو بيقولك انا لو كنت وقتها مدير فاني انا مش هسمح ان صلاح يروح ويرجع المعاصب يعني بالعكس ده بيعمل لنفسه لود اكبر وضغط اكبر ان ده لو حصل بعد كده ان ده مش هيتامل لان الناس هتبقى قاعدة يا حبيبي ماشي هو صلاح كان مصابة انا مش مصاب مصاب طيب هم كانوا شكين ان ده صلاح بيتخابس ومش عايز يكمل مع المنتاج ليه يا عمر يا صلاح ما عمل ده يا عم احنا عارفين انما هم كانوا مش عارفين ساعتها تلع كل واحد يقولك عملناها قبلك ولا انا مش هسمح ومايروحش ويسيب طيب صلاح لغات دلوقت مصابة ولا مش مصاب صح صح بس برضو هارف ولا لعب ما تسطمع لبربولو احنا مش راقدين بقى يا عم اسمع كلامه الهاري والهبد والغيرة والحضر والانانية وان مش عايزين ويحقق اسمع هو في جيل كده مش عايز بينتقد صلاح عشان ان هو ما يحقق لا ده الراجل جاب كاس عالم بس ودنا كاس عالم احنا خدنا افريقيا سبع مرات عايزين نروح كاس عالم سبع مرات ده بقى الواحده ودنا كاس عالم واخد بالك والواحده خلاك مرتين بتلعب عنا واحنا لا معانا لعيبة ولا معانا مدين فنين فاعتقد ان مش يعني الفكرة ان حد يتكلم في صغائر الامور مش هيبقى فيه مش انا انا بتكلم فيها انا بقولك اللي على السوشيال لا السوشيال تعمل اللي ايه عايزاي انما انا بكلمك على ناس كانت في المطبق وبتلعب ونجوم ويقولك اللي فات سيء واللي جاي اسوأ بعد يتولي حسام حسن ايه رجالة في ايه silب مان انت مسكتم مانتوا مسكتم ومسكتم المانتخابات عملتوا ايه محدش عارف انتوا قاعدين دلوقتي عاملين آاااا بيقولوا على ايه عامة بس اي حد اي حد هيتطلع هيبقى ناجح على ما لأن توقعوا منها طيب بس وجود حسام وانا سؤال الحرطة هل انت شايف ان هيبقى فيه فعل بعد التولي حسام حسن بكلم على حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب أزمة مع محمد صلاح لو الأمور ما تلمتش هيبقى في أزمة ده معناه زي ما قلت لك كده قعد عربي قعد عرب في الأول ويقعد ويتكلم ويصفي كل الحسابات وكل الخلافات وكل الكلام عشان نبدأ على نظيف وعلى جديد وخذ بال حضرتك إسلام إحنا بشر إسلام وإنت لو كلمت عني أنا ما قدرش أتكلم عنك بعد أن ما تكون من هنا هتكلم عنك فأنا ممكن لما أنا هقابلك في حيطة مش هسلم عليك أي حد كده لو تكلم عليه أنت عملت مع ناس كتير قدامك ببصة السنة واضح وصريح إنت بتتكلم علي وإنا ما تكلمتش عليك طب إنت بتتكلم علي ليه واخد بالك لما أنا هشوفك في حيطة روء أجر أتسلم عليك لا طبعا ده إنت لو نزل لي من السماء مش هاجر أتسلم عليك بلا 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 السماء ما هي ممكن تكون مثلا عداية صقر مش دول في السماء على طول عصفورة ماشي قريبة جدا جدا ما بين حسام وحسام صلاح حتى لو هيسافر يا عم الناس دي تقضوا تسافر لأجلترا ولا يقلل من قيمة حسام حسن إنهم ممكن لا طبعا لأن خلي بالك صلاح ده هيبقى ضلع في نجاح حسام حسن هم هيبقى ضلع قوي في نجاح حسام حسن في توليه منتخب مصر هيزق مش هو كابت الفرقة هيسهله حاجات كتيرة هيشيل عنه مشاكل كتيرة اللي بتحصل بين اللعيبة هو يقعد معه يقلص قبل ما توصل للمدير بص المدير الفني دايما عايز ان تبقى دماغه ريئة عشان الفنيات وعشان الطرق الجديدة اللي هي العب بيها والتشكيلات والموضوع اللي هو بتاع الاختيارات اللي هي قبل المعسكرات والكلام ده فيبقى شيء الهم يا إسلام ففي الحتة دي هو عايز حد يكون قوي وبيبقى مسيطر على اللعيبة واللعيبة بتحبه ولكن لو ما حصلش كده هيبقى فيه جاب كبير ولو فيه جاب كبير ده هيقصر على الفنيات وهيقصر على المسيرة اللي هي هتبقى بدايتها اللي هي الدورة الودية اللي هي في شهر ثلاثة اللي هي كرواتيا وطونس ونوز الهم فانا بقول لك اهو ان من دلوقتي قبل ما تخش في اي تجمع لازم الاجواق تبقى صافية ان هي تبقى خلصة وكله بيعمل عشان منتخب مصر صلاح ينجح حسام حسن ينجح لان ده مطلبنا ومطلب كل جماهير مصر ان هي عايزة تشوف حسام حسن الفرصة جات له فانت دلوقتي بيه حاجات اللي انت كنت بتعملها قبل كده ما تتعملش لانك انت وجهة وجهة لينا وقت بالك وبعدين انت دلوقتي امل لكل مدربين مصر نجاحك هيدي نجاح لكل المدربين واتموح لكل المدربين ان احنا ما نفكرش تاني ببرة ما احنا منروح نجيب مدربين على باب الله هو حسام حسن اخر امل للمدرب المصر لا لا فيه فيه بس انت حسام وبعد كده انت هتعمل بقى تلات اربع مدربين انا بقولك من بينهم علي ماهر احمد سامي فيه بقى بسوني فيه احمد خالق جلال فيه اللي هو الجيل اللي طالع ده ابني من دلوقتي حسام حسن ربنا يديله الصحة ويقعد له عشر سنين طريق مصطفى كمان اه انا بقولك جيل طالع واخد بالك لو انت بدأت ان الناس دي تعدها صح واخد بالك وهم يثبتوا القدارة في الدوري ليه لا بعد كده ان انت ما تفكرش تجيب مدرب اجنبي غير لما يكون مثلا مؤرد يقولها غير لما يكون كلوب غير الناس اللي هي بقى ايه اللي هي الاسماء الكبيرة بقى اللي تيجي تضيب بجد انت فاهمني عندما ما اروحش اجيب مدربين قاعدين طب انت كنت تعرف فيتوريا ده نعم كنت تعرف كيروش ده نعم كنت تعرف اجيري اشتغلوا في دوريات ما ده طبيعي دول حققوا بطولات عشان اللي احنا نقول عليهم مثلا لا انا كان بيعجبني قبل ما اطلع لفاصل الناس اللي كانت بتطلع وتتكلم عن اصلا كيروش عمل كذا و فيتوريا عمل كذا و وكانوا بيحس وبيصدروا للناس ان انت لو ما تعرفش اللي هم عملوه مثلا وهو ما عملوش حاجة يعني لما تيجي تتكلم عن النصر السعودي يعني الامور بتضار بشكل تاني بتبقى منظومة متكاملة مش المدير الفنية طب النصر ده مش متعادل مع الزمالك اه اه ايو ما انا بكلمك وتحت جد الاهل مديله ثلاثة على خفيف هو مش واخد باله واخر مطش الزمالك واهل جد باين برضو ثلاثة على خفيف احنا مش واخدين بالنا مش هو ده الدوري السعودي اللي هو القوي مناش ده احنا اقوى حاجة بس احنا مشكلتنا من احنا دايما بنخفز كل حاجة احنا لو عندنا دوري بس منتظم اكسم بالله يبقى احسن من الدوريات طيب الصورة اللي قدام حررتك ديت ده انت ربناي خلاح حررتك ما فيه جل انت الكابتن محمود الجوهري الكابتن حسن شحاتة علشان الرجل اللي في النص دوت يكون امتداد للاتنين الكبار دول الجوهري وحسن شحاتة يعمل ايه حسام حسن خلال الفترة اللي جاية هاكم منك الاجابة بعد الفاصل بعد الفاصل مع النجم الكبير رضا عبدالحافظ نجم الكبير محمد صلاح نزل صورة لي من شوية على طبعا الحساب الشخصي على الانستجنام أسناء طبعا مواصلته للتدريبات البدنية فيه طبعا الجيم بقى الخاص به الخاص بالمكان ايا كان يعني فيه احد المراكز التدريب البدنية اللي انتوا شايفينها فيه اشارة وانا بقول لك اهو انه طبعا هو لسه بيجهز لكن في نفس الوقت فيه اشارة انه هو مستمر مع المنتخب الوطني وانه هو مكمل مع المنتخب الوطني بعد الاشعاعات اللي طلعت انه هو ممكن يفكر فيه اعتزال اللعب الدولي والعالم مش عايز اقول بقى اوصفها بالوصف الطبيعي بتاعهم يعني فكرهم يعني محدود جدا 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 ان هي اللي بيوصل لقيمة وحجم ونجومية محمد صلاح عمره ما بيفكر بنفس تفكير الصغار ولا يفكر في الصغائر فده محمد صلاح من نزل الصورة دي على صفحته الشخصية وزي ما قلت لك كمان ان محمد صلاح حمبارة استفسر عن موعد اول تجمع للمنتخب الوطني اللي هيكون في مارس المقبل بخوض المنتخب الوطني مبارتين والديتين امام كرواتيا وتونس ونيوزلندا كمان المباراة الثالثة كابتر رضا ما انتش ملاعظ حاجة في الصورة دي قول انت مش ملاعظ حاجة فاكر الاصابة بتاع تراموس شوف كتفه الشمال ده وكتفه دي مين ده برضو ساعة الاصابة دي قابل كسل عالم في ناس شككين فيه وقيتلك برضو ده هرب من النهائي انا واحد جي قال لي من التابعين بتقعد تحديد كرة في ذلك الوقت في 2018 في المطار في روسيا مش عايز اقول لي اسمه يعني قال لي ده محمد صلاح حيف على رجلو شوف من روسيا يعني شوف الناس اللي بتشتغل بتشتغل عليه من وهو مصلك كسعان يعني ردتها لردت كان وقتها من صريف احسن المهم ان فاكر انت في الكاس العالم هو لعب المطشي الاولاني مدعبش المطشي بتاع روسيا صح؟ ولعب المطشي التاني بتاع روسيا شوية او لعب المطشي بس كان لسه مصاب ولعب المطشي السؤالية وهو برضو لسه مصاب ولما ضيع فرصة لو تفتكر برضو تقام عليها حملة زي دي بس احنا كنا ساعتها في روسيا ما كناش هنا بس اتقامت عليها حملة زي دي في مصر لما ضيع واحدة وكان جاب جنين في المطشي دي لو تفتكر فاكر ولا مش فاكر ايو 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 بص كان دراق اعملي ازاي يعني بس وما كانش لسه اكتمل شفاء ولعب وجاب جنين ورغم كده الناس ما كانش سايباء في حال فطبع طبعا ربنا بينصروا مش احنا يعني ربنا معاو بينصروا بس عشان بس الناس اللي هي الا دي اللي انت بتتكلم عليهم اللي هم دلوقتي بيسخنوا الراجل عشان ما يسيبش جنيه مش دولار يعني الناس دي مصرية ولا جنسيتهم ايه عايزين نعرف طيب يعني مو مصريين ولا جنسيتهم ايه يعمل اي حسام حسن عشان يكون امتداد لمحمود الجهري وحسن شهد يطور من نفسه بمعنى بمعنى بقى لازم يتفرج ويشوف لانه قافل على نفسه بقاله سنتين ثلاثة هنا بيمسك هنا مش عارف المصري فيوتشار مش عارف ايه لا بص بقى وبص على المنتخبات اللي هي كبيرة طرق اللعب وقد بقى لك التحفيز الوقفة التحرك اللعيبة اللي هي انا بتكلم فنيا طب يعني كان فيوتوريا كان عارف ولا كيروش ولا الناس دي طب على اقل ده مننا على اقل ده اقل حاجة هيبس لك الروح هيخلي اللعيبة ما تبقاش عندها فطور في الملعب زي ما احنا شوفنا في الاربع مطشات اللي فاتوا ده احنا كنا بن الجنن يا راجل منتقصم متعدل والله خسرانه وتحس ان اللعيبة كأنها كسبانة اربعة وخمسة هيخة الكرة بتتقطع منك مرتين ثلاثة الراجل اللي وقف على القط اللي ما كانش فهم حاجة ده ما بيزعقش لأي حد بيقوله ازاي يلعب مع الناس ده اللي هيفري بال ان ممكن حسام ينزله الملعب ممكن بصوته ويوصله يلعب مع الناس ما انت فيه كامل عائب كامل بيمس الكرة وتتقطع وعادي وتترد عليك هاجمة وممكن ييجي منها جواد لو في حسام حسان بره مش هيلعب مع الناس وهيبقى مركز ان الكرة ما تتطعش منه عشان ما ترجعش عليها تيجي فيها جهور طيب البعض برضو بيقولك ان حسام حسان هو البعض مين بيمتليه اللي ضد حسام يا عم بيسيبك منهم بقى لا لا معلش يا عم دوس افرهم بص كابتر ده الكلام ده لازم هسأله حررتك الكلام حررتك غير كلام اي حد وانت حررتك عشت مع حسام حسان وقفت نفس الوقت لك رؤية مختلفة ان حسام حسان بيمتلك الحماس بيمتلك الدفع المعنوية الكبيرة الشخصية الشخصية الكريزمة لكن الامور الفنية انا بقولك اللي ضده الامور الفنية حسام حسن لا مش مميز فيها هل الكلام ده صح؟ ما كابتر جهري ما كانش في الامور الفنية ما كانش مميز ما خلينا نتكلم بجد بس كان فيه حاجة بقى ان فيه التزام واخد بالك هو ده اللي كان بنجح كابتر جهري لالتزام انما في الامور الفنية ما يبقاش عندك لعيبك هاني تعملك تصنعلك الفارق وانت ما بتلعبهاش ما بتخدهاش لا اوة كابتر جهري هكابتر الرضا بس مع يعني مع كامل احترام الى حردك طبعا رؤيتك الفنية بس كابتر جهري اتعادل مع بطل اه انا عشت مع الجوهر لا في الملعب لا لا بس ملعب وبره الملعب انا عشت مع الجوهر اربع سنين عشت معاه بشكل غير طبيعي ما حيبش اتكلم في القصة دي لا ادي كنت لعيب يعني معاه لا ما لهاش لا اخب لعيب ولا ما لهاش لعيب تفرق تفرق لا 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 ما قولنا ما لعبت الكرة وديتنا الفين يا كابتر رضا مين لعبت الكرة ايا كان بقى مش كل نجم كرة بيفهم في كل حاجة صح لا لا في حاجة في حاجة اسمعني انت بتكلمي درواتي الجوهر اتعادل مع بطل اوروبا بلعيبة محلية مين هولندا ايه يعني اكسابها ايه حد يكسب فان باستن كوما نوريكا يا غدع كانوا ما كانوش قادرين يشيلوا رجلهم كانوا لسه جايين من الدورات بتاعتهم كابتر رضا اقفل على الكابتر الجوهر انا مش بقفل انا ادراتي انكلم كابتر الجوهر ده واحد من اتنين من اعظم المدربين في تاريخ مصر حسن شحات اللي اتنين اللي بقولك الجوهر او حسن شحات حسن شحات اللي كان فنيا قوي اختياراته قوية تم سيطر على جيل واخد بالك يبقى انت تقول الكابتر حسن وخلي بالك والكابتر حسن تضيف عليه كمان انت تقول الكابتر جوهر اخد بطولة افريقيا صح امم سنة تمانية وتسعين ووصلنا كاسعالم ده انجاز الكابتر جوهر صح الكابتر حسن واخد ثلاثة والبطولة العربية امم ايه واخد البطولة العربية ماشي واخد ثلاثة امم افريق الامم الافريقية صح ووصلنا كاسعالم بس له للتلاعب لا مفيش وصلنا كاسعالم سيبك بقى من التلاعب ماشا لا لا سنة سنة انا لعب اللي لعب لا يا حبيب قلبي خلاص هو اللي ويح لما يتلعب فيها لا سنة بس ده تظلم طيب احنا هان كابتر رادا خلينا ارجع له حسام حسن ما انا بقول لك ما انظلمنا كتير لا بس ده بزي لا لا وانظلمنا في 94 في مباراة زنبابوي اللي اتنالي في فرنسا لو هتتكلم ع الظل ماشي ماشي ما انا بكلمك او ام لحسام حسن لا يا حبيبي وانت كنت ساعت هتوصل لخسام ده انت كان لسه لا يا حبيبي لا لا يا حبيبي ده انت كنت لسه هتلاعب الكاميرون يا حبيبي اسمع الكاميرون ساعتها عمل اللي هو عيسى حياته لا ما اتظلمش لا كابتر رادا خليك انت عارفت زلم يا تزلم امتى لو انت ما تعملش مطش تاني ليك فرصة تانية اكد اللي كان في فرنسا مانا كنت هناك ده في لعبة لعبة اتخضت لو هيا بساكل ايه لا اسأله بقى الله يرحمه لا اسأله ده ناتولي الاسبوع اسأله بس ده ناتولي الاسبوع واسأله رئيس اسمع طولي الاسبوع اسمع طولي الاسبوع لا مش هسمع بعد اذنك طيب ما تتكلمش بقى ما تتكلمش لا مش عايز اتكلم خلاص يبقى ما تتكلمش عفل على الكابتن جواري خليه في حسام حسن حسام حسن الفترة اللي جاي يعمل ايه علشان ينجح يطور نفسه من ناحية الفنية مع الناحية اللي هي الشخصية مع الناحية اللي هي النظامية هتوديه في حتة تانية طيب هل فيه لعيبة ممكن مش هتبقى موجودة الفترة الجاية مع حسام حسن وعشان ينجح وعشان ينجح لازم يعمل كده طيب مين من وجهة نظرك لا هو اللي يقول بقى لا انت رضا عبد العاهد مع انا مع كل الاحترام حجازي شكرا هو حجازي بالمناسبة اعلم اه مع حجازي شكرا اه يعني بلغي اصلا من قبل واخد بال حضرتك ان دي اخر بطولة اه انني طبعا واخد بالك شكرا ويتعمله برضو تكريم ويبدأ بقى بالسنة قل لي البداية لك لا هو اللي يقول بقى لا اما انت اللي هتقول برا يا حبيبي لا يعني مكان حجازي مين لا فيه ده فيه الاهر المحمدي فيه احمد بيكهم فيه ياسر ابراهيم وان شاء الله اعبال ما كده يرجع لك الوينش تاني واخد بالك وفيه لعيبة اكسن بجلالة الله هتلاقيهم في فيوتشار بجلال الله مين ربا عليه اه واصل انت بصير فيوتشار بيرامز بيرامز المشروط التقمي ده كله يبطل اللي بيلعب مساكين معادة وسامة جلال بقى بالك انما فيه في الاندية الصغيرة هتلاقي فيه في الحتة بتاعة المساكين دي ولعيب الكرة محترمة وفي وسط الملعب فيه كتير فيه كتير يعني انا انا عجبني فيه لعيب فيه اسمه اسمه عمر القلاوة ده لعيب ممتع يعني ديفندر ممتع من الحاجات اللي انت تتفرج عليها كده يعني ان هو بيوقف عالقرة ويسلم واستلم وبتاع ويلعب لقدامه بيكمل بقى الفيرويد لا فيه لعيبة هو حسام حسن انا بقولك اهو هيعرف يختار الفترة اللي جاية هي يعني بعض من اللاعبت الاندية الاخرى يعني بيتواصلوا معايا مبسوطين ان حسام هو بالضبط انه مسك المنتجه ليه بقى لان انا تقليتلي كده هيبقى فيه امل لللعيبة الجديدة بالضبط لبقى فيه حاجة كمان ان هو اللعيبة الجديدة دي هو بيقدر يسيطر عليها اكتر من اللعيبة النجوم هيبقى لان هو اصلا انصدامي وممكن في ثانية يصدم مع دا ويصدم مع دا ويصدم مع دا ويصدم مع دا ويبدأ المشاكل من مؤخد بلد واحنا مش عايزين الامور بالعجل احنا عايزين بقى اللعيبة اللي هي جعانا قورة بقى هيبقى اللي تبدأ تعمل منتخبي هو ده الكلام اللي انا كنت بقوله ايام اللي مشي ده كنت بتعمل ايه انت بتعمل مطشات ودية هايفة ومالهاش لازمة نجي بالمحترفين كما انت طلع لنا الدور المصري في ايه لعيبك تيه خلي بالك اكسم بالله لو في عدل في الدور المصري الدور المصري ده يتحط مش هقولك بقى في الدور الاوروبي هيتحط رقم واحد في الناحية العربية دي كلها سواء في الافريقية او في العربية بس احنا عندنا مبوازين الدوري اولا اجل حكام اصحاب لون واصحاب فانيلات واخد بالك ولازم ان هو اللي له سلطة هو اللي يكسب حتى لو الفرق دي ماتت اللي هي اصلا طب انتو عاملين دوري ايه واحنا عاملين الدوري عشان ممكن الاول يخسر والتاني يخسر من الاخير والاخير يكسب الاول واخد بالك لو عندنا العدلة دي الدوري بتاعنا هتزمت معا شوية في التحكيم اكسم بجلالة اللي هي الدوري بتاعك برغم انه فيه اهو فيه فروق في حتة اللي هي الشركة الرعية يعني فيه اندية بتاخد ملايين بس الامين عمر ومحمد عدد نجح جدا بره اه نجح جدا اه اسمع الكلام ومحمود عشور في الفار انتعرف ان محمود عشور من افضل رقم واحد في الفار في افريقيا ماشي ومحمود البنة في القرى بتاعت ساديو مان ايه انت كنت ايه نايم ولا كنت دخلت الحمام تم استبعاد ليه لكن الجانب الايجابي بقولك على محمد عدل وامين عمر امين عمر ما انا بقولك ما اخلي بالك برضو زي ما بنشيد بدول ما انت برضو ما دولت بيسيئوا ليه نحنا نخلوا شكلنا مش كويس انا قلت لك على ثلاث حالات ايجابية اسلام اسلام لا واحد لا واقولك تاني على محمد عدل برضو في المطش الاخير انت دلوقتي دلوقتي في الكرة بتاعت ساديو مان ايديك ده طرد من اول وهلة يبقى انا اراهنك محمود البنة ما كانش ادعى البرصة ايجا كان راح يجيب حاجة اما كان اه مش اخذ بالك دي رقم واحد رقم اتنين محمد عدل في المطش اللي هو كودفارو عامل مطش عالمي ام ام والكورة كودفارو مالي اه والكورة مع ان 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 هو زلم مالي في ضرب الجزاء ومحدش يقول لي ده اوف سايت ورجع من الاول اخذ بالك اولا هو كان الرجل في الاول اوف سايت ورجع والكورة جات للرجل اللي هو المدافع بتاع كودفار وهو واقع ام جاي مباصيها للرجل تاني والرجل حطاه ما جاي لهم الخسمة او راح قالك ده من الاول مش علينا بقى هنا بقى نقول ايه مش علينا يا فين بقى سبحيتك يا معلم دي رقم في الاخر بقى مفروض ان انت انا مقولكش جامل بس انت مالي لها ضرب بروكنية وانت كان فيه طبعا عشان الجني اللي جيه والراجل خرج وانت روح تترط والكلام ده استنى لغاية ما الكورة تترفع وبعد كده صفر ده هو صفر قبل ما تترفع انت كايف من ايه وهاكده بقى بيأكد ان انت جاي مع فرقة ضد فرقة ماينفعش ايه خلي الكورة تترفع وتطلع من الثمانتاشر صفر الدوم حقهم لان في الفترة دي اسلام هو ده كان مدة دقيقة دخل الجوم في كام في الثانية اللي هي ستة واربعين يعني نهاية الدقيقة قبلها مسلا با 14 ثانية لما الجون دخل الراجل جري ولف الملعب وقلع وراح واحتفل ومش عارف ايه خدولهم بتحوالي 3 دقايق لما الرجع تاني يكمل المطش جات ضربة روكنية لفرقة مين مالي ام جاي من صفر ما تستنى ما تترفع لان الوقت اللي هو الراجل خده وترطه انت ونزل الملعب وبعد كده اللعيبة رجعت توقف عشان تسنطر خدت اكتر من 3 دقايق اديهم الكورة بس اللي هي بتاعت الكورنر دي ما يمكن تيجي منها جوه صح ولا غلط لان هم جايبين الجولم بتاعهم اللي هو في الوقت بدل اتضاع في الدقاءة 121 من كورنر برضو فانت اديهم حقهم كورة تترفع بعد ما تطلع الثمانتاشر صفر يا عم عمال كورن هدربوه ليه وجريوا علي ليه واحتكوا بيه ليه وبعد كده ما شفناش تاني ايه اللي حصل وقد دلت هو ده الملحظتين اللي انا خدتهم على التحكيم انما محمود العشور هايل امين عمر النار ده هايل محمد معروف اللي كان قبل كده في كاس الصبر مش هايل كان هايل بس اتمنى بقى ان ترجعوا تبقوا هايلين انسوا بقى لون الفانيلات عشان تكملوا الحلاوة دي طيب امين عمر ومحمد معروف رايحين كاس العالم اه رايحين المعاصمين من نهاية الكاس العالم ليه لو هم ماشيين كده بره وجوه اكسم باللد تحكيم هيرجع تاني الافريقيا من عندنا وهتلاقي اكتر من ثلاث اربع خمس حكام في كاس العالم وماذا ده المحكم ثلاث مباراة في امام افريقيا ما دي كتاخد مباراة بقى اه بس هو ظهر في النهاية بشكل كويس لو الماتش ده عمل اللي انا بقولك عليه كان ممكن يحكم النهاية طالما مصر مش مهمود طيب نيجيريا ولا كدف واريا كانت تردت لا خلاص كدف واريا يعني بص يا اسلام دي فرقة كانت توقفة على طبلية الاعدام فجأة الطبلية وقعت رجل الحياة تاني ما تعدموش طبش تردتوا فيها وغير كده كمان الكرة عازت تديهم الماتشب تعمالي ده جايبين الجون في الديها السعي والجون التاني في الديها 121 يبقى بالبلد كده الكرة حباهم وعايزاهم لانه هم وخلي بالك وده برضو من دمن الحاجات اللي هي كانت سيئة ان كانوا جايبين مدرب اجنابي واللي ماسك دلوقتي مين مدرب وطني يعني اذا المنتخبات دي عايزة المدرب الوطني ده قالب به والله العظيم اي حد يمسك كان يبقى احسن منه جبنا لك حسام حسن اهو لس انسانده بقى لا ايوه لا ايوه قول لنفسك لا نفسك لا اه اسماني ما تقعدش تنتقض وانا صاحب قرار لا احنا لا هنتقضوا لا يا حبيبي اسمع لا يا حبيبي اسمع انا هنتقضوا فنية يبقى انا انتقضوا فنية طبيعي فات لكن مش عالفاضي والمامام لا يا حبيبي مش خد قرار اه مش عجبك فا اه لازم اتنازره طبعا هو لو ما قدش مني يقض بالميني انا مش هاوه ده في البابل يا قدع اروح انتا وهو بقى انا بقى ليش دعوة انت فهمني فانا هنتقضوا ده ده طبيعي بس هي المشكلة ان انا مش صحي بقرار عشان مثلا يجي يقولي انا عايز اعمل معسكر وهم اقولوله لا لكنه في الان انا عشان باختم لا قبل ما تختم بس اسمعني لازم توفر له الحماية انا بصراحة مش عايزوا تعمل معا للتحدى للتحدى لو ناس فاعلا فاعلا احمر ما عندهمش شو هامل الاحمر بعد الموضوع ده لا اسمع بس بعد الموضوع ده كابت الرضا كابت الرضا انا متحفز على الكلمة دي خالص الناس باحترمها الناس باحترمها بياخدوا قرارات غلط لا يمشوا لو هما فعلا بياخدوا قرارات غلط بياخدوا قرارات غلط يا راجل ده مصرحين عليهم يا اسلام لكن هما كشخصيات نص محتربة جدا يا عم بص انت احن اسمع الكلام انت دلوقتي اخترت غلط والاختيار بتاع حسام ده مش تباحهم انا لو منهم اكسهم بالله انت اللي عارف الكلام ده وعارف ان فيه تلاتة معطردين اتكلم يا جدع اتكلم وقول بقى بما يرضي الله انا لو منهم تلما معطرد قدم اسألة وامشي فانا هو ده هي ده بقى النفسيات اللي ممكن ما تخليش المركب تمشي لا اهو حسام حسين انت عارف يا حبيبي ماشي بس اتمنى اتمنى بس يا حسام قدع مني لو الناس دي جات في يوم الايام ووقفت في قرار ضدك اطلع على الملأ ومصر كلها وراء ايه يعني هو عنده ابراهيم هو مش حسام اللي هيطلع انا انا اقفل لك بابل بالاستوديو عشان كده يا عم راوحي شكرا شكرا يا كتاب انا اتطورت هده وشرفت هده باشكرك لا انا انا عامل عليك سدان انت عامل عملية يا جدع وربنا لابوية اسمع بس لابوية اسمع لوابوية اللي ماسك وغلط يا جدع صلى على الملأ بقولك لوابوية اللي ماسك بس عشان الناس ما بتفتكلش حاجة عنا حسن اغوذر معكاتل لا بوس وغلط وربنا لا اطلع اقول له وما دولك اعز حاجة عندك الاب والإدل بس باشكر طبعا من الله عشان مصر طبعا الاكيد طبعا النجم الكبير الكابتن رضا عبد العال وكلامي عن إبراهيم وحسان في جزئية رضا عبد العال في إطار الدعابة هما الاتنين شخصات محترمة جدا ونجوم كبار كل التوفيق لحسان حسن النجم الكبير وواحد من أساطير الكرة في إفريقيا واحد من أهم نجوم العالم بيقود المنتخب الوطني وأيضا في وجود إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني ده كان حلقة النهاردة في طبعا الكلام عن حديث الساعة حسام حسن اللي سيظل حديث الساعة طول ما هو متولي تدريب المنتخب الوطني لكن حديث الساعة أيضا خلال الفترة الأخيرة قبل غلق انتقالات يناير كان عن مفاجآت مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بكرة حلقة مهمة جدا جدا في تفاصيل التفاصيل اللي حصلت داخل نادي الزمالك خلال شهر يناير والمفاجآت اللي حصلت وإزاي نادي الزمالك مرة واحدة تعاقد مع حداشر صفقة اللي تم تعاقد مع عبدالله السعيد التعاقد مع المدير الفني في وجود ضيف مهمة جدا جدا بكرة ان شاء الله حلقة جديدة في البريمو تصبح على خير اشتركوا في القناة